بحر الأبيض المتوسط تمكن المنتخب الوطني المغربي من التأهل على حساب منتخب ليبيا بعد فوز كبير من ثلاث أهداف لهدف واحد هشام الخلوة ستحت تشجيل للمنتخب الوطني المغربي في حدود الدقيقة التاسعة من الجولة الأولى قبل أن يعدل حمد البصري لمنتخب ليبيا عشر دقائق قبل نهاية الجولة الأولى خلال الجولة الثانية دار المنتخب المغربي بوجه الباحث عن التأهل ولو بحذر ليأتي الهدف الثاني عن طريق شام الخلوة مرة ثانية قبل أن يختتم التهديف للمنتخب المغربي أدم النفتي بهدف ثالث